ناس كتير بتسأل هي ليه المقاومة ضربت لما هي مش قادرة ترد ناس كتير بتسأل السؤال ده لما هو ما هو كان معروف ان هيبقى رد الفعل من اسرائيل رد مرعب ورد رهيب واحد بلطاجي يواقف في الحارة وكل واحد يعدي دينة عظيم سلام ام جاي واحد فجأة او ام تدله على افاة ما هو بالتأجيد الراجل ده هبته ضاعت ولازم يرده إلا هبته وضيع مدى الحياة هو ضربوا ليه بقى لما هم ما يقدرونش يرده يا جماعة بالمنطق ده يبقى اي مقاومة لأي محتلة اصلا ما تنفعش احنا عندنا في التاريخ في مصر درسنا صورة القاهرة الاولى ضد الاحتلال الفرنسي صورة القاهرة الاولى دي نابليون عمل اصادها ايه قام دخل الازهر وقتل 2500 مصري وجرح حلاف المصريين ودخل خيول الفرنسيين الازهر وداسوا على المصاحف وضربوا الازهر بالمدافع يبقى صورة القاهرة الاولى دي تهور بقى ليه بقى انتو عملتوها لما انتو مش قادرين ترده وصورة القاهرة التانية ما ده اللي خلنا بليون يخلق بعد ثلاث سنين بس ويبقى مقاومة الجزائرين للي احتلال الفرنسي ده برضه تهور وتعالوا بقى من بدر بقى يبقى غزوة بدر بقى 300 واحد قصاد 1000 واحد يبقى ده ده كان بقى مكانش حسابات صحيحة بقى تعالوا بقى في غزوة تابوك لما النبي خرج بتلاتين الف يقاتل خمس ممالك نصرانية في شمال الجزارة العربية غير الامبراطورية الرومانية ويبقى الفتوحات الاسلامية كلها بقى مكانش اساسها مظبوط ده مقتى يا جماعة غزوة مقتى الرسول بقى تلات تلاف قصاد بتين الف من الرومان يا اخواننا يبقى كده كل الصرايا اللي النبي بعتها عشر صحابة وعشرين صحابة سرية زي بقر معونة وزي الرجيع وزي كان بيبقى صحابة عددهم ايه عشرين تلاتين خمسين سبعين حاجة بسيطة جدا قصاد ألوف مؤلفة من المشركين في الجزارة العربية بقى كل ده كان شكله ايه يا جماعة هو لازم كده يا جماعة لاي واحد احتلت بلده لازم هو الضعيف امال المحتل قدر يحتليني ازاي الا لو اقوى مني طب استنى ما تبقى قوي زيه وبعركة ترد عليهم هو مش هيسن بقى قوي زيه هو مش هيسن بقى قوي زيه هو مش هيسن حص القوة هو قاعد يرائبني ان انا ماينفعش بقى قوي امدا وكل ما هاجب قوي هيعمل فيا ينكن فيا يا جماعة اللي بيحصل ده لان الغرب كان بيتعطف قبل كده مع غزة ايه مظبوط لان الغرب يقبل ان يبقى فيه مسلم مستضعف بيت قتل وهو يقول يا عيني سهلة دي انما مسلم قوي بيقدر يتل وبيقدر يهاجم وهو الفعل مش رد الفعل لا الغرب ما يقبلاش الغرب ما يستحملش دي ولا عايز يشوف دي خالص يبقى ايه هي دي مهما انا عشان اقاوم انا ربنا بيجعل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ده فلسطين اتحررت على ايد 314 واحد فعاد سيدنا داود 314 واحد اصاد العماليق الكنعانيين يبقى ربنا ما عملناش كده واحنا في نفس الوقت برضو ما احناش خمسة واقفين قصاد مليون يا اخواننا اليهود انتوا شفتوا شفتوا عشرين تلاتين واحد عملوا فيهم ايه ودمروا فيهم قد ايه دا ناس جوبنة دا اهتمثال من قش دا شوية ورق دا منظر وخلاص يا اخواننا دا لولا دعم امريكا لليهود اليهود دول والله ما يستحملوا ما يستحملوا ساعة واحدة في فلسطين فالكلمة دي من الصح لان كده كده خطة الغربة اصلا في المنطقة انه ما بقاش يمقامة في فلسطين الفترة الجاية كده كده يعني احنا عايزين نفهم كويس قوي ان اللي بيحصل دا هو احنا غلطانين هو احنا الجرامنا في حقه حد تخيله لو عصابة دخلت على اسرة اختصبوا الزوجة وقتلوا واختصبوا البنت وقتلوها وقتلوا الرضيع فالرجل وابي قاوم امخدش واحد من العصابة وجرحه الناس جم من بره بصوا للخدش والجرح قالوا يا مجرم يا ارهابي يا متطرف انت زي تعمل فيهم كده قال لهم يا جماعة دا اختصموا زوجتي دا قتلوا بنتي دا قتلوا الرضع اولادي دا دا احتلوا بيتي قالوا له يا ارهابي يا مجرم الناس انتوا تحكموا عليهم مجرمين يا جماعة اليهود هم المحتلين يا جماعة المستوطنين دول محتلين يا جماعة دول مجرمين يا جماعة دول قتلة يا جماعة دول ناس جايين يحربون ويسرقون ويدمروا الوحدة بتاعتنا والوحدة من الدول الإسلامية والعربية دي مقاومة اللي حصل من المقاومة في غزة دي مقاومة مشروعة في العالم كله في جميع قوانين العالمية ومرة تانية الرسول والسلام زكى الناس دي من 1400 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلا ما أصبهم من لأواء وهم كالإناء بين الأكلة طبق وخمسين وحش نزلين يكلوه زي غزة الوقت ومتحصر من العالم كله حتى يأتي أمر الله ينصر الله وهم على ذلك في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس النبي نزكي المقاومة الفلسطينية من 1400 سنة نزكي اللي هيقاومة اليهود لما يحتلوا فلسطين من 1400 سنة عايزين نفهم يا جماعة إزاي نكلم المجرم وإزاي نكلم الضحية فيش حد يا جماعة يجي يوقف قدام الضحية ويقعد يقول لهوا يا مجرمة يا مجرمة يا إرهابية يا متطرفة ياللي ما عندكش وقعية يا جماعة أنا ضحية يا جماعة أنا بتقتل يا جماعة أنا باختصف يا جماعة أنا بتشرط يا جماعة أنا كل يوم بيتاخد من عرضي يا جماعة أنا مسحول يا جماعة أنا جعان يا جماعة أنا عطشان يا جماعة أنا متحاصر بقى لي عشرين سنة يا جماعة أنا مستقبلي متضمر ومستقبلي ولادي متضمر بتقومي يا مجرمين بتقومه يا مجرمين بتدفعوا عن شرفك وعن أرضكو يا جماعة من قتل دون عرضه فهو شهيد ما اللي بيقتل دون عرضه معناها عصابة جاية تيجم على امراته عصابة جاية تيجم على فلوسه ما هو معنى انه بيقوم انه الى 99% هيتأتل مش كل مقاومة يا جماعة بنتعامل معه بالمنظر ده عايزين نقفوا دهر إخواننا عايزين نشد أزر إخواننا عايزين نقول لهم الله عنكم عايزين نقول لهم توكلوا على الله عايزين نقول لهم زيدوا وجهدوا أثبتوا وجم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لو الحق سكت على الباطل الباطل هيفضل يزيد قوة والحق هيفضل يزيد ضعف وتفسد الدنيا فدي مقومة مشروعة حدش يقدر يعترض عليها بل ندعلهم الله يسبتهم الله ينصرهم الله يأيدهم الله يزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود وينتقل ممن قتلوا أطفال غزة ونساء غزة وشيوخ غزة ورجال غزة اللهم أمين